في أواخر شهر مارس الماضي قالت إحدى الناشطات في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إن الحوثيين جاءوا لملء الفراغ السياسي في اليمن كان هذا التبرير للانقلاب على السلطة والدولة في معرض دفاعه الحقوقي عن جرائم الميليشيا تبدو الصورة هنا مكثفة عن طبيعة عمل الكثير من المنظمات التي تمضي وفق كناعات وهويات سياسية باتت اليوم تتعاطى مع الحرب والانتهاكات في اليمن كعدوان خارجي وتكفز على جرائم الانقلاب الذي قوض الدولة والقانون وأتى على الحياة المدنية والسياسية من جذورها للمنظمات سياساتها وعلاقاتها مع المجتمع الدولي التي تمضي وفق تحييزاتها في الحرب فتصادر معها حقوق الضحايا وتغيب معها الحقيقة الإنسانية هذه الصورة تنعكس أيضا على أداء المنظمات الدولية قصوصا تلك التي تستند على طواقم وأفراد ومؤسسات لا تزال تخضع لسلطات الانقلاب وتعمل تحت مظلته وهو ما يجردها من كفاءتها ونزاهتها فكيف يرى العالم اليمن؟ إلى جانب الحرب تبرز انتهاكات حقوق الإنسان منها التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعصفي وما تكشفه التكارير لبعض المنظمات يؤكد فداحة ما يحدث في هذا البلد الأكثر فكرا والأقل استقرارا تبدو حالة حقوق الإنسان المهدورة في اليمن أكثر إهمالا من قبل المنظمات الدولية الكبرى لبلد خذله الجميع نهيك عن الانتقائية في التكارير وفرز الضحايا على أساس المواقف السياسية أداء المنظمات الدولية الحقوق الإنسان في اليمن يخفت في المناطق الأكثر ضرارا وانتهاكا ومن بينها تعز التي ظلت غائبة كملف حقوقي في الطاولة الدولية إلا من بعض الاستثناءات